مرحباً جريد وان، كيف حالكم؟ سنقوم اليوم بكراءة الجزء الأول من الدرس التاسع وحرف الكاف كما سنقوم بشرح كل التمارين المتعلقة بهذا الدرس هيا بنا، نبدأ أولاً بكراءة الحرف مع الفتحة الصغيرة يجب أن نقول ك مع الضمة الصغيرة يجب أن نقول ك مع الكسرة الصغيرة وهي تأتي تحت الحرف وتحت السطر يجب أن نقول ك ومع السكون يجب أن نقول ك لدي صوت المد الطويل آ إذن ماذا يجب أن أقول ك لدي صوت المد الطويل أو إذن ماذا نقول ك ومع الصوت المد الطويل إي يجب أن نقول ك في أول الكلمة مع الفتحة ك مع الكسرة الصغيرة ك مع الضمة الصغيرة ك ومع السكون ك مع صوت المد الطويل آ يجب أن نقول ك مع صوت المد الطويل أو يجب أن نقول ك ومع صوت المد الطويل إ يجب أن نقول ك في وسط الكلمة لدي هنا كا كو كي كه أما هنا فلدي كي كو كا كي وهذه أيضا كي انتبهوا جريد وان هنا لدي كا كو كي كه في آخر الكلمة تمسك أما هنا فلدي كي كو كا في آخر الكلمة منفصلة دعونا نقرأ الآن كل الأحرف التي تعلمناها سابقا لدي ر ن ل م ش ز ا س ك ت ح ب ود من المفيد جدا جريد وان إعادة أو تغيير ترتيب هذه الأحرف لنستطيع التمييز بينها جيدا ننتقل الآن إلى كراءة الكلمات والجمل كما اتفقنا سابقا جريد وان أولا أقسم الكلمة لأتمكن من كراءتها جيدا ثانيا يجب أن أعيد كراءتها بشكل سريع انظروا كيف لدي كتب كتب مثل كتب الولد على الورقة لدي كسر كسر مثل كسر الولد الكوب لدي ر كي ب ركب مثل ركب الولد على الدراجة لدي ب ر ك برك مثل برك الجمل لدي ش ك ر شكرا مثل شكر الولد صديقه لدي ر ك ل ركل مثل ركل ربيع القراء لدي أ ك لا أ ك لا مثل أكل الولد التفاحة ننتقل إلى السطر الثاني لدي مر ك ب مر ك ب مر ك ر ت لدي ك ب ر ك ب ر لدي ك ت ب ك ت ب لدي س ك ك ك س ك ك ك ولدي س ما ك س ما ك ننتقل إلى كراءة الجمل لدي هنا ر ك ب ر ك ب م م لي ك م م وهو اسم إنسان مذكر م م ك ب م ك م ك كامل أيضا اسم إنسان مذكر إذن ماذا فعل مالك ركب مالك مركبة كامل مركبة من ركب مالك ركب مالك مركبة كامل الجملة الثانية أكل أكل مالك مالك س ما ك سمك البحر البحر إذن ماذا أكل مالك أكل مالك سمك البحر وهنا يجب أن أتبع السهم والسهم متجه نحو ل ننتقل إلى الجملة الثالثة شكر مالك كاملا إذن ماذا فعل مالك شكر مالك كاملا وأنتبه هنا إلى تنوين الفتح ننتقل الآن إلى شرح التمارين المتعلقة بهذا الدرس بسؤال رقم واحد يجب أن أضع X تحت المقطع الصوتي الموجود في كل من هذه الكلمات مثلا كلمة سكاكر هل يوجد فيها المقطع الصوتي كي أو كا أو كو أو كا أو كي أو كو إذا وجد فيها مقطع من هذه المقاطع أضع X تحت هذا المقطع هذا كل ما هو مطلوب إذن ننتقل الآن إلى السؤال الأخير هنا يجب أن أعبرها عن هذه الرسوم باسمه مثلا حمل شاكر ما هذا ما هذه الصورة إنه كوب حمل شاكر كوبا يجب أن أزيد هنا المقطع الصوتي الناقص لقد كتبوا جزءا من الكلمة علي أن أكتب الكلمة كاملة هذا كل ما هو مطلوب ركل كامل ما هذه ركب حامد ما هذا أكل ربيع ما هذا هذا كل ما هو مطلوب أتمنى أن تكونوا قد فهمتم درسي اليوم أراكم لاحقا إلى اللقاء شكرا شكرا ثم